انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يستمر ثلاثة أيام في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الثلاثة ونقلت وكالة فرانس بريس عن منظمي المؤتمر أنه على عكس السنوات السابقة لن توجه السعودية دعوات لمسؤولين حكوميين أمريكيين لحضور المؤتمر هذا العام لعدم رغبتها في تحويل المؤتمر لمنصة سياسية يأتي القرار السعودي في وقت تصعدت فيه التوترات بين الرياض وواشنطن بسبب خفض إنتاج النفط قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس لوكالة فرانس بريس إن السعودية لن تدعو أي أشخاص من الحكومة الأمريكية لأنه عندما يكون قادة سياسيون على المنصة فإن اهتمام وسائل الإعلام يتم تحويله إلى الأجندة السياسية ولا تريد السعودية أن تصبح مبادرة مستقبل الاستثمار منصة سياسية وكشف أن المؤتمر سيحضره وزراء الاقتصاد والمالية من أكثر من 12 دولة مع عدم استبعاد حضور قادة بعض الدول وتم يطلق مبادرة مستقبل الاستثمار من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وتعرف باسم منتدى دافس في الصحراء لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في السعودية وهي عادة تجتذب عمالقة وولستريت ومسؤولين رفع المستوى من جميع أنحاء العالم ومن المتوقع يحضره نحو 400 من رجال الأعمال الأمريكيين هذا العام